ينضم إلينا مشاهدين هاتفيا أيضا دكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق أهلا بحضرتك معنا دكتور بداية يعني دائما نقول السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة هذه الزيارة لرئيس إستونيا في القاهرة من مبدأ الإفادة والاستفادة كيف تراها اقتصاديا؟ أولا طبعا السياسة والاقتصاد مرتبطين جدا ويمكن فكرتيني بكلية سياسة واقتصاد اللي أنشاءها الرضل العظيم دكتور بوتوزغالي أستاذنا ومين عامل أمم المتحدة لحقا نهاردة السياسة والاقتصاد لا ينفصلوا وأصبحت السياسة في خدمة الاقتصاد ويمكن جمناسبة فاوز ترامب أو يعني مش عايز سبق الإعلان الرسمي لكن لما كنا بنشوف بذات وهي دي مدرسة الحقيقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما كان به روح السعودية أو دول الخليج أو في المنتدات الاقتصادية كان دايماً يبقى معاه مسؤول أو اثنين أو ثلاثة رسميين وعشرين وخمسة وعشرين شركة مسؤول شركات كبرى لأن النهاردة زي ما قال معالي السفير أصبحت الحروب والنزاعات والقوة الكبرى بتبحث عن الاستحواذ الاقتصادي ويمكن حتى في كتاب الاقتصاد نحن بيدي ندرس كلام كتير كله عسكري زي مثلاً الاستحواذ زي الإغراق الأسواق زي الستراتيجيات القوة الاقتصادية غاز والأسواق كل دي مصطلحات عسكرية إنما تدل على أن النهاردة الاقتصاد ما هو إلا حرب وطبعاً أنا مش عايز أبتح ملف تاني مش ملفانة لكن النهاردة حروب النهاردة الحروب النهاردة هي حروب اقتصادية ودقافية وخلص ما هو الحروب العسكرية يمكن يعني لم يأتي عقصة حيث كبير لأن النهاردة بتضربي أي دولة وبتقضي على أي دولة من خلال اليدخل الاقتصادية ومن خلال قوة الاقتصادية الحقيقة النهاردة الاقتصاد مهم جداً إنه يرتبط سياسة ويمكن خليني حي في هذا المجال حي الرؤية المصرية ورؤية الأقلاء المصرية سيد الرئيس عفتاح السيسي مزدولي الحكم. شوفنا عدد وكم الجوالات وخلينا نتكلم عسكريا بقى. والفتوحات الاقتصادية أو الجوالات السياسية في أفريقيا أو في أوروبا وحتى يمكن في دول زي بي اتنان. والنهاردة نتكلم على إسطينيا. على دول صغيرة. علشان نقدر نكسب أسواق من خلال القوة السياسية المصرية. نتاني عندي كلمة دي. نقدر نكسب أسواق من خلال القوة السياسية المصرية. وحاخد من كلام حضرتك دكتور عمر القوة الاقتصادية. يعني حضرتك ذكرتها في بداية حديثك. ما القوة الاقتصادية لإسطينيا ممكن أن تفيد مصر؟ وما القوة الاقتصادية لمصر يمكن أن تفيد إسطينيا؟ نتفكرين بحوارنا منذ سنوات. لما الرئيس كان في فيتنام. وقلنا هذا السؤال. طب شمعنا فيتنام. يعني فيتنام دورة صغيرة. لكن إسطينيا الحياة والبيتنام تجربتين يستحقوا الدراسة. يمكن فيتنام في جنوب شرأسيا. النمو اقتصادي غير مسبوك. صحيح دولة صغيرة انفصلت على الاتحاد السوفيتي. لكن إسطينيا النهاردة عندها تجربة اقتصادية تعتبر الأعلى في النمو الاقتصادي على مستوى العالم. مش بس الأعلى في النمو الاقتصادي لكن تعتبر كمان الاعلى في قيمة البنك او الناتج المحلي في استونيا اصباد استونيا نامى بشكل كبير جدا في بتاحه على اوروبا يمكن هو الحرب العالمية الثانية كان استونيا يمكن يعني بيعتمد على الزراع لكن النهاردة استونيا قدرت انها تعمل تطوير كبير جدا بما نعود في الاتحاد الاوروبي وقادرت انها وعلى فكرة فرضت نفسها بالمناسبة على الاتحاد الاوروبي يعني فيه دول زي رومانيا وزي بالغارية وغولندا يمكن دخلوا بصعوبة كديدة لا استونيا فرضت نفسها على دول اتحاد الاوروبي من خلال سياسة التنويع الاقتصادي اللي هم خدوه تقليل البريقراطية ودي يمكن يعني بنسبة نسمع على مفهوم جديد حلو جدا في العالم يعني ريسة جاي من دبي من يومين الناس بتكلم على حاجة اسمها تصفير البريقراطية تصفير البريقراطية زور البريقراطية تصفير البريقراطية تصفير دكتور عامل مش تصفير تصفير نعم نخليها في تقفل طبعا ده 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 فكرة يعني رائعة طبعا محتاجة آليات يعني احنا مثلا بدل ما حضرتك يعني وانا اكلم بصراحة بدل ما حريك مثلا عايزة تطلعي ورقة حكومية فاتلفي والكلام ده من قبله يعني يتروحي الشباك وبعدين تروحي شباك تاني وشباك تالي وشباك رابع وشباك خامس طب ما فيه مفهوش شباك الواحد ده موجود من سنين وبصر بتطبقه لكن محتاجين ان التجربة تعامل وان البريقراطية تقلل بقدر الإمكان لاي ان في كل سطوة حضرتك بتدفعي كلوس وبتستهيق واستونيا يعني هي متطورة جدا دكتور عامر في هذا المجال في مسألة التحول الرقمي وهناك يعني علاقات وشركات بين مصر واستونيا على المستوى الثنائي بين الحكومة والشركات او بين الشركات المصرية والاستونية في هذا المجال تحديدا شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عامر على هذه المداخلة الكريمة